خلينا نيجي لشيء آخر في إنجيل يحنى الإصحاح السادس والآية 51 وهذه آية مهمة جدا احنا قلنا قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف أنا أضع نفسه بقول الرب يسوع وهون يقول الرب أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة للعالم مرة تانية والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم وهل يوجد يعني وضوح أكثر من هكذا اللي بيتكلم أنه الخبز الحي الواهب حياة للعالم أن جسده بذله من أجل حياة العالم ثم بنيجي لرمز آخر يتكلم عنه في إنجيل يحنى وذكرتها أنا بس بكررها مرة تانية حبة الحنطة الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير يحنى صح 12 والآية 24 تتذكروا الحادثة مريم عندما جاءت بعطر الناردين لتدهن وتمسح يسوع واعترض التلاميذ على هذا الموضوع قال يسوع اتركوها إنها ليوم تكفيني قد حفظته يا على التفاصيل الدقيقة والكلام قبل موته أنت بتلاحظ كل هذه الآيات كلها قبل موت يسوع المسيح إنها ليوم تكفيني قد حفظته يحنى صح 12 والآية 7 بتشوف نفس العبارة متى 26 أيضا بيتكلم يسوع المسيح عن مثل الكرم وطبعا في مثل الكرم بيتكلم أخيرا يرسل ابنه وقالوا هلما نقتل الوارث بيتكلم عن موته وهذا كان مفهوم بحسب لفكر اليهود فكان بيتكلم لناس في الوقت المعاصر في أيامه اللي كانوا بيفهموا بالزبط بالزبط شو كان يقصد يسوع المسيح اشتركوا في القناة